قصص الآيات قصة المائدة أمر عيسى عليه السلام أنصاره من الحواريين بصيام ثلاثين يوما فلما أتموها طلبوا منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم بأن الله قد تقبل صيامهم وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية لأولهم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم فوعظهم عيسى عليه السلام وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك وألحوا في طلبهم وأصروا على سؤالهم قام عيسى عليه السلام إلى مصلاه متضرعا لربه ومولاه سائلا له أن يجيبهم إلى ما طلبوا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليهم مائدة من السماء محملة بمختلف أصناف الأطعمة والأشربة كما وعدهم وحذرهم بأن من يجحد منهم وحدانيته سبحانه وينكر نبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإنه سبحانه سيعذبه عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قصص الآيات قصص الآيات